اشتركوا في القناة في اللحظة التوقف فيها عن التعلم تبدأ بالموت الحصة الماضية يا جماعة حكينا اللي هو القواعد الأولى عن السبجكت وحكينا أن السبجكت ينقسمين القسمين noun and pronouns صف ولا لا؟ وحكينا الـ pronouns اللي هم الـ he والشي والـ it والـ they والـ we والـ you والـ I وشرحناهم شرح جميل جداً وحكينا موقعهم دائماً دائماً قبل الفعل طيب جمام ومن ثم انتقلنا إلى النونز وحكينا النونز في اللغة الإنجليزية أو الأشياء اللي احنا بنحتاجها اللي هي الـ countable المعدود and uncountable اللي هو الاسم الغير معدود وفي عندنا كمان الاشي اسمه الجرند اللي هو الاسم المصدري وحكينا كمان في عندنا اللي هو اشي اسمه الـ hidden noun وآخر شي اللي هو الـ proper noun حكينا عن الـ proper noun بشكل لطيف اللي هو أيام زمامس كنا نلعب لعبة اللي هي الـ اسم حيوان جماد أي اسم عالم في اللغة الإنجليزية يعتبر من الـ proper noun صح ولا لا؟ وحكينا الغاية الآن من الـ countable والـ uncountable والجرند إلى آخره هو فقط حتى نعرف ما قبل الفراغ مفرد ولا نجمع لأنه احنا وياكم حكينا أنه أكثر شي الطالب ممكن يغلط فيه أنه يطلق قبل الفراغ مباشرة ويحدد مفرد أو جمع حتى يعرف يجاوب السؤال حتى ولو كان فاهم القاعدة بصم ممكن يخطأ في الموضوع مفرد وجمع فإحنا بدنا نكون قويين جدا في المفرد والجمع ومن ثم ننطلق إلى قواعدنا طيب تمام الموضوع الأول عنا يا جماعة اللي هو موضوع إيش اسمه countable والـ uncountable تمام accountable والـ uncountable accountable يا جماعة معناها الاسم المعدود الاسم الايش المعدود حلو طيب الـ uncountable الاسم الغير معدود تمام طيب تمام الآن يكثير طلاب بسألهم أستاذ ما الفرق ما بين الاسم المعدود والاسم الغير معدود بيجي برد على السريب يقول لي أستاذ الاسم المعدود الاسم الذي يمكن عده والاسم الغير معدود الذي لا يمكن عده طيب تمام أوكي أوكي دع تبرو هذا كلامك صحيح مع أنه هو في ياته صحة صحيح كله شوي بس ولكن في عنا إحنا فروقات أقوى وهي الأنسب إلك أنت كطالب طيب شو هي الفروقات يا أستاذ ما بين الاسم المعدود والاسم الغير معدود وكيف أعرف أنه هذا السؤال أو هذا الشيء أو هذا الاسم تحديداً معدود ولغير معدود أوكي طيب تمام الآن شوف معي أستاذي شوف معي الله يرضى عنك الآن الاسم countable اسم يمكن عده وهذا لا يمكن عده كلمة يمكن عده تمام معناها أن هذا الاسم يقبل الس الجمع يعني ممكن أجمعه حلو يعني كلمة book جمعها box إذن كلمة book وكلمة box هاي معدود صح ولا طيب تمام الآن أما الاسم countable شو ما لهذا يا جماعة لا يقبل إيش يا جماعة لا يقبل أس الجمع تمام بين قوسين لا يجمع لا يجمع تمام يعني لا يمكن جمعه لا يمكن إضافة أس الجمع زي كلمة water اللي هو الماء ما بقدر أحكي waters إلا إذا كانت فعل طبعا أما كلمة water كاسم ما بقدر أجمعها ليش لأنها اسم غير معدود والاسم المعدود دائما شو بيكون يا أستاذ دائما ركز دائما يكون مفرد الاسم الغير معدود دائما يكون غير مفرد مفرد لا يمكن جمعه لا يعامل معامل في الجمع طيب تمام 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 عشان هيك دائما طلع أنها ذي ووتها هي طبعا أكيد لأنها غير معدود لأنها غير معدود مباشرة وراها يجأ اس لأنه الاس دائما بيجي قبليها مفرد ودائما الغير معدود دائما مفرد فبوخت دائما عسبيني مثال طيب تمام أما بالنسبة للكاونتابل ممكن يقبل الس الجمع سيارة واحدة تم الجمع إذن ممكن معاملة الكاونتابل كمفرد وجمع أيوة الكاونتابل يقبل الس الجمع الانكاونتابل لا يقبل الس الجمع الكاونتابل ممكن إضافة له هكذا لا يمكن إضافته هذا الكاونتبل يعامل معاملة المفرد والجمع حسب يجيك في الجملة إذا جاءت the car سيارة وحدة طب the cars السيارات أما الكاونتبل دائما يعامل معاملة المفرد دير بالك يا جماعة طيب تمام عشان هيك لاحظ هذا المثال عندك هون أستادي the student أو the student is ليش حط is هون يا أستاذ ليش حط هون is لأن student عم تكلم عن طالب واحد فقط طيب تمام لاحظ هون شو فيه عندك يا أستاذ the students students الطلبة الطلبة فكانت هون إيش عندنا R لاحظ هون فقط الفرق ما بين هذا الاسم وهذا الاسم أن هذا الاسم مفرد وأن هذا الاسم مضاف لأس الجمع مضاف لأس الجمع طيب تمام the student is writing الطالب يكتب الآن الطلبة يكتبون الآن إلى آخر أما لاحظ uncountable دائماً يعامل معاملة المفرد الآن لو إجيت حكيت لك أعطيني الأمثلة على uncountable لما أجي تسمع أنت أستاذ uncountable أنت تتكلم عن عسبيني مثال السوائل السوائل تعامل إيش معاملة uncountable تمام عندك الغازات تمام الغازات وفي عندك كمان اللي هم المركبات زي الهايدروجين والأكسجين إلى آخره صح ولا لا؟ وفي عندك كمان أستاذي اللي هي كلمات الدولة على العاطفة الكلمات الدولة على العاطفة إلى آخره لاحظ عندك هنا أمثلة أستاذي هذول الأشهر في الأسماء الغير معدودة كثير أسماء غير معدودة بس ولكن هذه الأشهر أنا ما بدي أقاتل معك الناطور تمام أنا بديك توصلك معلومة شي يعني countable و uncountable لاحظوا كلماتها الآن وإنت عم قاعد أنا قاعد بحكي ما رح أحط المعاني بس رح أحكي لك المعاني رح أحكي لك المعاني فأي كلمة جديدة عليك حط فقيها معناها عندك كلمة water اللي هو الماء هذا اسم غير معدود لا يمكن جمعه تمام milk الحليب tea الشاي هذول لا يمكن جمعهم دائما دائما مفرد هذول دائما يعاملهم وعملتهم مفرد لأنهم uncountable coffee rice الأرز wheat القمح sugar salt salt air air oxygen 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 anger تعريف اللي هو مصطلح الغضب ما إله courage الشجاعة ما إلها هذول الكلمات أستاذي لا يوجد لها هنا في إنك كلمة مكتوبة عندكم sad تمام؟ هي مفروض تكون sad بس أنا حذفتها عشان الطالب ما ينعجب عندك كلمة كثير مكررة في الكتاب كثير لأنك كلمة information information معناها معلومة وبيجي معناها معلومات طيب سأل هاي معلومات جمع بقول له يا ولدي يا ولدي ركز معي بقدر كلمة information بقدر أضفلها أس الجمع لا يمكن information لا يوجد كلمة في اللغة الإنجليزية بهذا الحكي عشان هيك كلمة information تمام؟ كلمة information دائما تعامل معاملة المفرد دير بالك على هاي مش عشان معناها معلومات إنها جمع لا 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 كلمة information تقبل أس الجمع؟ لا تقبل أس الجمع إذن هي غير معدودة time الوقت طيب أستاذ أنا بقدر أحكي times ها بقدر أحكي times بس times بيجي معناها أستاذي مرات لما أجي أقول لك three times آه نعم آه هاي جمع معنا مشكلة أما كلمة time الوقت by itself تمام؟ تعامل معاملة الإيش يا جماعة uncountable طيب أستاذ كيف بدي أعرف في الابتحان؟ بس شوف بعديها إذا كان ما في إشي time لحالة ما في أسمحها إذن هاي معناها الوقت إذن غير معدود طيب إذا كان في مراها أس الجمع إذن هاي معناها مرات إذن معدود صح ولا لا؟ يعني بدهاش ما بدهاش ذكاء طيب عنا كلمة bread خبز food طعام homework الواجبات أو الواجب homework كلمة مهمة جداً كثير طول الله بغلطوا فيها تمام؟ homework واجب أو واجبات دائماً زي هزي information traffic أزمة السر money المال المال طيب يا أستاذ أنا هاي في بجبتي 35 قرشي ومجموع بقدر أجمعهم لا أستاذ لا مش هيك تفكر في المعدود وغير المعدود شوف كلمة money احكي مع حالك أستاذ كلمة money كلمة money by itself تجمع بقدر أحكي monas بأردن عادي بيحكوه تمام؟ أما في اللغة الإنجليزية ممنوع تحكي monas ممنوع أصلاً أستاذي أنك تقول كلمة monas هذا الحكي مرفوض تماماً تماماً طيب تمام إذن كلمة money اللي معناها المال وبيدي تفرق لي ما بين كلمة money اللي هو معناها المال تمام؟ وكلمة money اللي معناها الكثير وحيانة الله معظم الطلاب يغلطوا فيها أحياناً للأسف طبعاً دير بالك money المال بال-o money يعني معناها الكثير وهذا دول على الجمع على فكرة دير بالك money دائماً مفرد أما كلمة money الدلالة الجمع دائماً دير بالك يعني هذا الغلط جسيم يعني ممكن يعني يقول لك على آخر عندك كلمة fruit عندك كلمة fruit طب بقدر أحكي fruits أستاذ آه فواك صح صح بتقدر لأن كلمة fruit تقبل أن تكون معدود أو غير معدود ولكن أصلها غير معدود طيب تمام كيف أعرف أستاذ بس شوف بعدها أستاذ جمع معدود غير هيك مش معدود furniture الأثاث advice بيجي معناها advice بيجي هاي الكلمة أفكرة أنا بحبها كثير advice بيجي معناها نصيحة واحدة بتيجي معناها نصائح بس لا تجمع يعني مقدرش أحكي advices ندير بالكم news news أخبار طب أستاذ هاي أس الجمعي وراها والله هاي أصليعي يعني هذا الطالبي كثير كثير قوي بيقولك أستاذ هاي في ورا أس الجمعي طب شيلها 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 بصيلي new جديد تغيرتي الكلمة أنا بدي كلمة الأخبار news لا يوجد لها جمعي يا جماعة حذير بالك هاي الأس أصلية هاي الأس شمال هاي جماعة أصلية لا يمكن حذفها أما طلع كلمة students لو حذفتها برجع إنه student طالب واحد أما هون تغيرت المعنى كامل من كلمة news أخبار إلى كلمة new جديد صح ولا لا انتبه equipment كلمة موجودة معناها في المنهاج إنه معناها أدوات شو معناها أدوات equipment equipment هاي الكلمات أستاذي الكلمات الأشهر الدلالة على uncountable الآن أستاذي كثير من طلابنا حبايبط طبعا أول ما يشوف سؤال في افتحانه عن أزمنا عشان يحدد مفرد وجمعه بيطلع قبل الفراغ مباشرة هذا الحكي ممكن في حالتين اللي هم المعدود والغير معدود طيب هسنا أخذنا معدود وغير معدود ومصدر الجرند وإيش والهيد نون في الجرند والهيد نون راح نجيهم كمان شوي أو الحصة البعديها تمام هذا الحكي ممنوع تطلع قبل الفراغ مباشرة إذن كمان مرة متى أستطيع النظر مباشرة قبل الفراغ حتى تحدد مفرد أو جمع بس في حال وجد معدود وغير معدود مصدر وغيره لسه طيب ستشوفوا المصدر صبراً آلا ياسر فإنها موعد لكم النجاح بإذن الله طيب الآن في عندنا جدول لطيف جميل جميل زيكم كثير تمام هذا الجدول تمام يسموه اللي هو الأسماء المجموعة الشاذة ياشي يعني؟ عساً احنا متعودين إنه أي اسم زي كلمة كار تمام؟ زي كلمة كار شو جمعها؟ كارز خلاص متفقين أعطيها اس بسيط جمع صح؟ تمام بوك بوكس صح؟ مزوط ولا لا؟ طيب مثلاً ستيودنت طالب ستيودنت صح ولا لا؟ متفقين الآن في عندنا تقريباً مجموعة من الأسماء سبع أسماء هاي أستاذ لا تنطبق عليهم القاعدة يعني عندنا كلمة بيرتسون معناها شخص شو معناها؟ معناها شخص ما بقدر أجمع هذا الاسم بأخليه بيرتسون غلط طبعاً ليش أستاذ طيب؟ لأنها شابذة طمام؟ شو يعني كلمة شابذة؟ يعني هاي خارجة عن القاعدة خارجة عن إيش؟ عن القاعدة إذا نطلع ركزوا معي كلمة person تمام؟ وكلمة child اللي معناها طفل وكلمة man اللي معناها رجل woman اللي معناها امرأة وماوس اللي معناها فأرة وفوت اللي معناها قدم والطف اللي معناها سن سن الإنسان لاحظ هاي الكلمات كل ياتها شمالها يا أستاذ؟ هاي الكلمات كل ياتها مفرد صح ولا لا؟ هاي الكلمات كل ياتها مفرد الآن بدنا نحول هذه الكلمات إلى إيش يا أستاذي؟ إلى جمع بدنا نحول هاي الكلمات إلى جمع بدك تنتبه إنه هاي الكلمات خصوصاً جمعها مش بإضافة حفظيات تمام هذا الجدول حفظ ها فلمة حفظ قد راسنا ها حفظ تمام بدها انسان سقورت من الاخر يعني طيب تمام دعال عندنا كلمة person اللي معناها شخص جمحة مش persons جمحة people اللي معناها ناس او اناس او اشخاص تمام لاحظ person شخص طلع جمحة يختلف عنها تماما هاي حفظيات استاذي person people شخص اشخاص بده احكي one person شخص واحد many اللي معناها الكثير many people الكثير من الناس وقدروا ممنوع احكي many persons هذا حكي it's not english by the way عندنا كلمة child معناها طفل معناها قليمة الله بيحكوها child لا لا child معناها طفل جمحة كلمة child مش child غلط جمحة children معناها اطفال شو ما تجمحها children اطفال عندك كلمة رجل هي man جمحة مش man غلط جمحة بس الايه اعطيها ايه شو بصير من رجال عشان هيك بتشوف عند الحلقين for men للرجال for men وليس for men تمام دقيقوا اعطينا ايش الحلقين woman معناها امرأة وحدة اما woman لاحظ هاي الايه صارت ايه وهاي الايه صارت ايه woman معناها ايش نساء شو معناها نساء مش جمحة women غلط 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 عندك كلمة mouse معناها فقرة جمحة مش mouses جمحة mice فقران شمحة ايش mice فقران عندك كلمة foot معناها قدم بدك تجمحها الاو او خليها اي اي شو بصير feet اقدام feet اقدام طيب تمام tooth معناها سن teeth اسنان استالي شو اللي عبره من شرح هاي الاشياء شو اللي عبره من شرح هاي الاشياء اللي عبره استاذ عشان اول ما تشوف قبل الفراغ واحدة من هذه الكلمات ما تحط is حط r لانها جمع وضحت كيف فقط طيب استاذ انا ما بعرف الاس طيب والله جايين اصبر صبرا اعلى ياسر طيب تمام في حدا عنده اي مشكلة هون يا جماعة باذن الله باذن الله ما في تمام لانه احنا شرحناها حبة حبة الان بس تطبيق صغنون هيك بس انه حتى نعرف انه هذا السؤال معدود ولا غير معدود تمام قبل ما ابلش اشان محدش يقول لي والله من يفاهم الhas بيجي قبلها دائما مفرد يعني يعني اذا كان هذا مفرد ما نحط has اذا كان هذا جمع شونا نحط have have بيجي قبلها مفرد والam بيجي قبلها i والار بيجي قبلها جمع في حال المضارع طيب تمام عندك don't مع الجمع بيجي قبلها جمع والdoesn't بيجي قبلها مفرد تمام طيب تمام تعال عندنا اول كلمة the information عندك information طالبي الفخم عارف انه information شمالها هاي اللي هي uncountable صحول هو عارف انها uncountable غير معدود والuncountable يعامل معامل شو استاري يعامل معامل المفرد انها الاجابة مباشرة دومنا اتطلع في الاجابة ايش has لانه الhas بيجي قبلها مفرد تمام طيب تمام عندنا كلمة ها لاحظ معي عندنا كلمة money وعندنا children اطفال تمام هاي مش مفرد هاي جمع لانها هي موجودة في الجدول فوق صحول وعندنا اصلا money منزل منها هيك سهم حطه هون لانه عندك فراغ هون دائما money وليس سموني دير بالكم money دائما money تعامل معاملة الجمع دائما لازم يجيو راها جمع تمام فالاجابة هون يا استاذي هي ايش ار لانها جمع خيب عندنا رقم ثلاث انا افترض الان طالب الفخم عن بيحل حاله او وقف الفيديو ويحاول يحل هذول حاله بعدين يشيك معي عندنا my brother بطلع قبل الفراغ عندنا brother واحد مفرد اذا اجابة انه هذا مفرد تمام مدامه مفرد don't بيجي قبليها جمع غلط تمام اذا اجابة الصحيحة هي ايش يا استاذي هي doesn't الاجابة هي doesn't طب doing اصبر اصبر مش موضوعنا هسه عندنا كلمة the time the time الوقت بطلع كلمة time في وراها اس لا اذا مفرد تمام مدامها مفرد فالاجابة الصحيحة هي اس طيب her daughter تمام عندنا كلمة daughter تمام انا مش عايش معناها استاذ معناها بنت طيب استاذ انا ما بعرفش معناها بس طلع فيه هون اس الجمع ما فيه ان الاجابة الصحيحة ايش هي هي has تمام لاحظ هنا في هاي الحالات الخمسة انا طلعت قبل الفراغ مباشرة انت لاحظت هذا الشيء ولا ما لاحظته انا طلعت قبل الفراغ مباشرة ليش طيب طلعت قبل الفراغ مباشرة لانه ما فيه عندنا دلالة الا countable كمان شوي هنتكلم عن اسم المصدري هذا اسم المصدري ممنوع تطلع قبل الفراغ مباشرة تمام بس نخلص كل شيء بعطيك خلاصة الخلاصة باذن الله عز وجل تمام يا استاذي تمام الآن استاذي اللي بديها منك تعرف شو يعني countable شو يعني uncountable امثلة على هاي اللي هي المهمة تاعت ال uncountable اللي حكينا عنهم فوق تمام والجدول المهم تكون باصمه بش انك فاهمه بس باصمه عشان بكرة لقدام اسمها تأسيس رح نرجع لهاي أبور رح نطرق لها اثناء المادة عشان ما أرجع أقول لك تذكر لما حكينا انه كذا 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 خليك زقورت وخليك زقورتية بشوفكم الحصة القادمة في شرح الجرند المهكر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته